طبعاً ما أعتقى أن شيء جديد جيت وقلت لك وسألتك أنه موضوع علاج الملاريا وما يثار حوله أو ما أسمى دونالد ترامب أنه هبى من السماء في مواجهة كورونا الموضوع صحيح أو مبالغ فيه؟ وإنه وضع الآن العلاجات؟ موضوع الأبحاث المتعلقة بهذا المسار طبعاً لدينا مسارين علمية في موضوع كورونا، مسار اللقاحات ومسار العلاج دعنا نأخذ موضوع العلاج حتى كنت بدأت فيه، موضوع العلاج فيه نفس الموضوع فيه مسارين برضو فيه مسار استخدام العلاجات القديمة لهذا الأوباء وهذا دائما ينتشر في كل الأوبئة التي تصير يبدون يقول قد ينفع معها أحد العلاجات الأوبئة الثانية يستفاد منها وطبقها أكثر مرة الآن موضوع علاج الملاريا طبق فعلاً وبنان على الدراسات الموجودة التي تعتبر محدودة ليس الدراسات كبيرة جداً أعطى نجاحات يعني إذا قاررنا مجموعتين مجموعة ناس تلقوا علاج الملاريا ومجموعة ناس ما تلقتهم حتى نتكلم عن مصابين وليس وقاية بعض الناس يبدأوا يستخدم الوقاية حتى نتكلم عن مصابين تلقوا تحت شراف صحي كانت بنانا على الدراسات محدودة اللي يخذوا العلاج أفضل هل هذا كان في أن نعلن أن علاج الملاريا هو علاج فيروس كورونا؟ لا لكن ما يمنع أن نستخدمه مع المرضى المصابين حسب البروتوكولات العلاجية يعني ما يجي يقول أنت في كورونا خاصة جسد بيتكم نخذ علاج ملاريا لا هذا ما يمشي هي توضع حسب بروتوكول علاجي متى يستخدم كيف تلقى استخدامه كم الجرعات إلى مدى كم كيف يستطور فيه كيف يفقيس العراض الجانبية بناء عليها أحدد نجاح أو استخدام العلاج من عدمه ما يثار ويقال بأنه كحد أدنى سنة ربما ننتظرها حتى يأتي علاج لكورونا هذا الموضوع صحيح؟ صحيح صحيح طبعا نتكلم الآن لأننا نمسرعين مسار علاج كورونا لذلك نتوقع أنه في حدود سنة عشان يوصل مسار اللقاحات قد يكون أسرع تطوره من مسار العلاج أتكلم عن علاج جديد ولقاح جديد مسار اللقاح قد يكون متطور أكثر لأنه بدأ الآن على تجربة ميدانية في أمريكا دراساتها على البشر يعني وانتظر النتائج يعني قد يستغرق ما لا يقال عن ست أشهر عشان تبين النتائج له صراحة اسمح لي أبلمح يعني أستغرق استغرق بسيط في موضوع اللقاحات وأهميتها أنا طبعا ما هو وقت استشفاء لكنه أو تشفي لكنه فعلا ننظر الآن لقيمة اللقاحات تخيل لو عندنا اللقاح لكوفيد 19 كما في أزمة عالمية كاكل واحد يطلع يمارس حياة شكل طبيعي كان صار كوفيد 19 زي زي شل الأطفال اللي انتهى من السعودية عام 99 فشوف قيمة اللقاحات كيف فعالة ومهمة جدا في الوقاية من البشر عشان كده حنا دائما نقول أنها من أفضل الاكتشافات الصحية أو من أفضل الاكتشافات على تاريخ بشرية لأنها زادت معدل عمار الناس بفضل الله منعتهم رفعت جودة الحياة منعتهم الإصابة بأمراض مختلفة فيعني رسالة للناس اللي ما طعم عيالهم بعض التطعيمات أو خايفين من اللقاحات شوف قيمة اللقاحات وعطف لك حقا مناعة حتى لو كان الفيروس متحول متغير يا دكتور صحيح اللقاحات قد يكون لقاح زي لقاح الانفلونزا مثلا الفيروس يتغير جينيا ممكن يكون زيها لكنه بشكل عام اللقاح بالمجمل مفيد زي الانفلونزا الآن صارت الحالات قليلة جدا مع أنه كانوا باء في فترة من الزمن لسبب اللقاح موجود اللقاح يجدد كل فترة هذا صحيح